اشتركوا في القناة من أسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح جلالته الدكتورال فخرية تقديرا لدور جلالته البارز في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة مشيرا المجلس بأن هذا التقدير الدولي يعكس لاعتزاز العالمي بإنجازات مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتجربتها الرائدة كنموذج دولي يحتذا به في التنمية والسلام بعدها أشاد المجلس بإطلاق الأمم المتحدة للدورة الثانية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وأكد المجلس أن الجائزة امتداد لمسيرة وطنية حافلة تميزت بتقدم المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى رعاه الله وبدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله كما أثنى المجلس على ما أرساه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه من مرتكزات لتعزيز دولة المؤسسات والقانون القائمة على العدالة والمساواة وتوفير الحماية لحقوق الجميع مشيدا المجلس بدور الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز البيئة التشريعية ووضع الأليات التي تدعم مكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك في سياق تنويه المجلس بالإنجاز الذي تحقق لمملكة البحرين دوليا للمرة الرابعة على التوالي حيث حافظت المملكة على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والمعنى بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال ما يعكس التقدير الدولي الرفيع لسياسات المملكة منوها بالجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في هذا الإنجاز ثم أكد المجلس على أهمية مواصلة جهود التعامل مع فيروس كورونا مشيرا إلى أن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وما تضمنته من مستويات مختلفة هدفها في المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بتعاون الجميع بعدها أكد المجلس على أهمية المشاريع التنموية التي يتم العمل عليها في تعزيز البيئة التنافسية للمملكة مشيرا إلى أن ما يقتضيه تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هو الإسراع في مستويات الإنجاز في هذه المشاريع على الصعيد الفني والإنشائي بما يضمن التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد وذلك في معرض استعراض المجلس لاعتماد المخطط العام لمشروع المدينة الرياضية حيث تحتوي المدينة على عناصر رياضية وترفيهية متعددة ومتكاملة تضم ملعبا رياضيا وصالات متعددة الاستخدامات ومجمعا رياضيا متعددة المرافق ومرافق تجارية متعددة واستعراضه كذلك لمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الإسخير والذي سيضم عشر قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ خمسة وتسعين ألف متر مربع مجهز بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية ومركز المؤتمرات الرئيسي الذي يتسع لما يقارب أربعة آلاف شخص بعد ذلك استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في ثلاثة أنظمة ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية بما يعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ويدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة وهي كالتالي أداء الجهات الحكومية في نظام تواصل والذي أظهر وجود أربع وأربعين جهة حكومية على المنصة والتي ورد إليها مائتان وسبعة وأربعون ألفا وستين شكوى ومقترح منذ تجشين النظام كما بينا أن نسبة تجاوز الفترة الزمنية للرد على المقترحات والشكاوى وصلت إلى ثلاثة في المئة في عام 2021 بينما كانت تسعة وخمسين في المئة في عام 2014 أداء الجهات الحكومية في نظام إصدار ترخيص البنايات والذي أظهر بأنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 22432 طلبا تم الرد على جميع الطلبات أداء الجهات الحكومية في نظام السجلات التجارية سجلات للفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2021 والذي أظهر أن الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة بلغت 433683 طلبا تم إنجاز ما نسبته تسعة وتسعون وثمانية أعشار في المئة منها فيما تم الرد على سبعة وتسعين في المئة من الطلبات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر عام 2020 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردي الحكومة على اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بنتائج المشاركة في ملتقى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي وزيارة الجمهورية الإيطالية وروسيا الاتحادية ولقاءات المسؤولين فيهما والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين ونتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية